اشتركوا في القناة خطوة تجعل الشركة المشغلة للحقل على مقربة شهر واحد فقط من بدء استخراج الغاز من الحقل البحري وبين تهديدات وتهديدات مضادة ومساعي الوسيط الأمريكي لمعالجة نقاط الخلاف المتبقية بين الطرفين تكثر وتزدحم الأسئلة حول ما الذي يمكن أن يتنازل عن كل طرف وهل سينجح الوسيط الأمريكي في إنهاء الخلافات وإلى أي مدى يمكن أن يمضي الطرفان نحو تنفيذ التهديدات بالحرب هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع الضيفين الكريمين من بيروت مدير مركز المشرق لشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر ومن رمالة البحث في الشأن الإسرائيلي عسمة منصور نتابع هذا النقاش بعد التقرير التابع خط إمداد الغاز من حقل كاريش في قيد الاختبار خطوة تتخذها تل أبيب رغم عدم الوصول إلى اتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ورغم أن اختبار سلامة خط إمداد الغاز لا يعني بدء استخراج الغاز من الحقل المشمول بمنطقة النزاع فإن الخطوة الإسرائيلية تصعيد جديد وتلويح بالذهاب إلى استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها حتى وإن لم يتوصل لاتفاق هذا التلويح الإسرائيلي عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس صراحة بأن إسرائيل مستعدة لتدير لبنان إذا أقدم حزب الله على استهدافها وأكد جانس أن تل أبيب ستبدأ استخراج الغاز من حقل كاريش حتى لو لم يتوصل لاتفاق مع لبنان وبحسب بيانات الشركات المشغلة فإن عملية الاختبار لخط إمداد الغاز ستستمر لمدة شهر ومع انتهائها سيصبح من الممكن البدء باستخراج الغاز من الحقل لكن مثل هذه الخطوة تثير حفيظة الجانب اللبناني خصوصا حزب الله الذي تعهد بالدفاع عن مصالح لبنان عسكريا وبمنع استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها طالما أن الحكومة اللبنانية لم توقع اتفاقا مع جانب الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وتراجع لبنان عن جزء كبير من مطالبه البحرية مع إسرائيل استجابة منه للضغوط الأمريكية لكن العديد من التفاصيل التقنية ما تزال تقف عائقا أمام الجانبين في الوصول إلى اتفاق نهائي أجدد التحية للضيفين الكريمين وأستهل هذا النقاش مع الدكتور سامي يعني دكتور سامي على صعيد هذه الجدلية القائمة في ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية تل أبيب اليوم تقدمه على خطوة متقدمة متمثلة في اختبارات أولية لخط نقل الغاز من حقل كريش بالتالي التعاطي اللبناني مع هذه الخطوة كيف يكون أعتقد أن الخطوة اليوم التي قامت بها إسرائيل والتصعيد منذ يومين من الجانب الإسرائيلي يدل أن هذا الملف أصبح مادة انتخابية في الداخل الإسرائيلي يعني بدأ مع الأجوم الذي شنه نتنياهو على هذا الاتفاق الذي اعتبره انصياع أمام حزب الله والتفريط بالمصالح أو السيادة الإسرائيلية علما أن الفريقين كانوا قد توصلا إلى تفاهم مشترك من خلال الوسيط الأمريكي يعني بعد التصعيد من اليمين الإسرائيلي كان هناك من جهة تبرير لرئيس الوزراء وأيضا تصعيد من قبل وزير الدفاع يعني كمن يحاول أن يقول لا لم ننصع لحزب الله من جهة ولم نتخلى عن حقوقنا السيادية هذا من الجانب الإسرائيلي دكتور سامي ولكن التعاطي اللبناني كيف يكون مع هذه الخطوة المتقدمة يعني بيروت بسلطاتها كيف تتعامل مع ذلك حتى الآن الطرف اللبناني لم ينجر إلى التصعيد المضاد يعني هناك غليان في الداخل اللبناني قبل توقيع الاتفاق لأن جزء من اللبنانيين يعتبر أن كان بالإمكان أن يحصل لبنان أكثر مما حصل من خلال هذا الاتفاق ولكن حتى الساعة الطرف اللبناني لم يدخل أو لم يقابل التصعيد بتصعيد آخر ربما لأن مواقف أو دينامية المفاوضات تصب لصالحها يعني حتى الطرف الأمريكي قال أن الملاحظات التي أبداها أو الملاحظات الأخيرة التي أبداها لبنان على الاتفاق ليست تعجزية وبالتالي لم يصطف مع الموقف الإسرائيلي الطرف الأوروبي يستعش الاتفاق وربما لأن لبنان يدرك أن فرص الاتفاق مع هذه الحكومة تحديدا أكبر من أي حكومة يمينية لذلك أولا لا يقابل هذا الموقف بالتصعيد ثانيا يعلم جيدا أن عامل الوقت لا يلعب لصالح الطرف اللبناني لأنه لم يبدأ بالاستخراج لأن أسعار الغاز لا يمكن أن تبقى مرتفعة على المدى المتوسط وبالتالي هناك ضرورة للإسرائيلي ولكن بعد هذه الخطوة اليوم يعني دكتور سامي بدأت هناك خطوات أولية من قبل الجانب الإسرائيلي إلى أي مدى يمكن أن تنتظر بيروت على غرار هذه الخطوة أم أنها ستقدم ما يفيد في العاجل القريب يعني على بيروت أن لا تقع بالفخ الاستدراج الإسرائيلي والسجال الانتخابي القائم وتقابل التصعيد بالتصعيد لأن هذا سوف يقطع الطريق على إمكانية استخراج الغاز هذا أولا ثانيا هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق يعني فتح لبنان مجال العروض للشركات واستدراج العروض خلال سنة كاملة لم تتقدم أي شركة عالمية وتقدم خدماتها لاستخراج النفط وبالتالي هناك ضرورة لتوقيع على هذا الاتفاق وإطلاق عملية استدراج العروض والبدء بعملية استخراج النفط الطرف الإسرائيلي اليوم اليمين الإسرائيلي له مصلحة في طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيفي في رمالة دكتور سامي إلى سيد عسمة منصور يعني سيد عسمة علاوة على التهديدات المتكررة الأخيرة بشأن ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية من قبل تل أبيب ترسل تهديدات الآن تقبل على خطوة متقدمة أكثر تقدما فيما يتعلق بالاختبارات الأولية لهذا الخط الناقل للغاز من حقل كريش بالتالي ما الذي يستخلص من هكذا خطوات تقدم عليها تل أبيب حاليا هذه الخطوة لا تعني أولا بأي حال من الأحوال أنه توقفت جهود الوساطة أو محاولات التوصل للاتفاق ربما هذا جزء من عملية الضغط ومحاولة الدفع باتجاه التوصل للاتفاق ولكن أيضا هي تنطوي على الرسائل للداخل الإسرائيلي أنه يعني نحن غير مردوعين من حزب الله ولا من لبنان ومسألة استخراج الغاز من كريش الذي وفق الإسرائيليين سيكون في كل ترتيب وهذا بموافقة لبنان وإجماع كل الأطراف سيكون إسرائيليا بالكامل هذه العملية لا يجب أن تكون مرهونة بموافقة حزب الله أو رهن لتهديدات حزب الله هذه الرسالة أراد ربما جانس ونبيض إيصالها للإسرائيليين خاصة بعد حالة المزايدات التي دارت وربما أيضا هي رسالة لأطرف اللبناني أنه إذا لم يكن هناك اتفاق نحن سننضي في هذه الخطوة ونستثمر هذا الحقل الذي هو مكتشف وجاهز وكمياته معروفة وأرباحه مقدرة بينما أنتم لا زلتوا في مرحلة استدراج العروض وحتى الحقول هي حقول افتراضية لذلك هو جزء من عملية الضغط في هذا الاتجاه ولكن هو لا يعني أن المفاوضات توقفت أنا أعتقد أن ما حدث في إسرائيل أنه كان هناك أجواء تفاؤل على كل حال وسادة الطرفين وكان الكل يتوقع أنه في أي لحظة وعقد كبنيات وكان يفترض أن يصادق على الموضوع ولكن التطور الذي حدث أن نتنياهو هاجم الاتفاق حتى دون أن يطلع عليه واعتبره نوع من الخضوع للبنان وحزب الله وإضعاف لإسرائيل وتفريط بسيادتها وأراضي تمتلكها وأن هذا يحتاج إلى إكرار من المحكمة العليا وربما إجراء استفتاء للرأي العام وأغلبية مطلقة في الكنيسة وبالتالي هذا عقد الأمور وأيضا الاستطلاعات أظهرت أن الشارع لا يؤيد الشارع الإسرائيلي لا يؤيد هذا الاتفاق وحتى نفتالي بنيت الذي هو جزء من الحكومة كان يعبر عن رفضه لهذا الاتفاق كل هذا دفع اللبيد وغانس إلى التراجع قليلاً للوراء وانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات وبالتالي دلالات هذه الخطوة من حيث التوقيت سيد عسمة لماذا في هذا التوقيت أقدم التلبيب على هذه الخطوة يعني أولاً هذه الخطوة يعني لا تعني استخراج غاز وتشغيل الحق العملية يعني هذه التمهيدية كما ذكرتم وكما يعلم الجميع وتستغرق أسابيع وربما أكثر من ذلك وبالتالي هم يريدون من خلال ذلك إحاء بجدية وأنهم يعني كما قلت غير مرهونين بأحد واستغلالها انتخابياً وإلى أن تنتهي هذه العملية تكون مصير الانتخابات قد حسمت في إسرائيل وعندها يمكن الذهاب إلى الاتفاق بشكل موضوعي الفجوة بين الطرفين الكل يسلم بذلك قريبة جداً وإمكانية التوصل الاتفاق عالية جداً ولاحظ أنه رغم يعني أن هذه الخطوة ترافق بتحذيرات من تصعيد وأوامر من جانس لجيشه بالاستنفار التقديرات الأمنية أنه إمكانية التصعيد غير واردة الآن نحن لسنا في وارد تصعيد لمجرد وقوع هذه العملية ربما لاحقاً إذا بدأت عملية استخراج الغاز عندها تتعقد الأمور أكثر طيب دكتور سامي يعني هذه المساعي من قبل الوسيط الأمريكي فيما يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين يراها مراقبون بأنها ضغوطات أمريكية تملأ على الحكومة اللبنانية بالتالي إلى أي بدأ تؤثر هكذا الضغوطات على الحكومة الحالية في لبنان فيما يتعلق بهذا الملف يعني الوسطة الأمريكية يعني أدت إلى حل أنا من وشهة نظري معقول ومقبول من الطرف اللبناني لأن الاتفاق الذي وصل اعتمد الخط 23 وهو الخط الرسمي الذي طالب به لبنان ولم يعتمد ما يسمى الخط هوف وهو خط وسطي بين الخط واحد وخط 23 ولا الخط واحد الذي يتمسك به نتنياهو لذلك اليوم نتنياهو يعني شن هذا الهجوم الشرس لأن بالنسبة له وللفريق المتماهي معه الإسرائيل ردخت إلى الشروط اللبنانية بنسبة 100% هذا يعني فيما خص الخطوط البحرية ولكن في الواقع الاتفاق يعطي عمولة لإسرائيل يعني هناك كلام عن 17% عمولة وهي نسبة مقتطعة من الأرباح لذلك الضغوط الأمريكية كانت ربما في البداية ليس في المرحلة الأخيرة الضغوط الأمريكية ظهرت حينما حاول الطرف اللبناني الإحاء أنه يطالب بالخط 29 بناء على دراسة أعدها الجيش اللبناني والتي تعطيه حق بحق الكريش ولكن ربما نتيجة الضغوط الأمريكية وربما عوامل أخرى لم يتبنى الطرف الرسمي اللبناني الخط 29 وذلك رغم اعتراضات بالداخل اللبناني لسيما من مستقلين من بعض النواب داخل البرلمان اللبناني من قبل منظمات غير حكومية وأكاديميين يؤكدون أن للدراسة التي أعدها الجيش اللبناني ورسمت الخط 29 هي الأنسب من وجهة نظر التقنية وبالتالي هناك تخلي عن الحقوق اللبنانية وفق هذا الاتفاق أنت سيد سامي لا ترى بأن هناك حاليا ضغوط تمارس من الإدارة الأمريكية على الحكومة اللبنانية الحالية فيما يتعلق بهذا البلف هناك حس يعني نعم هناك حس يقول أولا أنتم بحاجة إلى هذه الأموال وأنتم في قار في قار انهيار مالي واقتصادي وهناك مصلحة أمريكية بالضغط لنزع فتيل يعني يريدون الاستقرار في هذه المنطقة ويريدون أيضا إيجاد بديل عن الغاز الروسي للشركاء الأوروبيين هذه أولوية هذا ملف يشكل أولوية بالنسبة إلى الطرف الأمريكي وهم يحاولون أيضا قطع الطريق على حزب الله وعلى إيران من استعمال هذه الورقة كورقة ضغط على المفاوضات لذلك ولكن أهمية هذا الملف بشكل أساسي هو أن ما هو معروض هو جزء من استراتيجية لإيجاد البديل عن الغاز الروسي طيب أنتقل إلى سيد عسمة معذرة دكتور سامي دعني أنتقل إلى سيد عسمة في رمالله سيد عسمة إذا ما أقدمت على خطوة متقدمة تل لبيب بعد هذا الاختبار إلى خطوات أخرى متقدمة تلمس على أرض الواقع برأيك إلى أي مدى ستلقى دعم من واشنطن في هذا المسار؟ أعتقد أن واشنطن تحبذ التوصل إلى الاتفاق وهي لديها تأثير على هذه الحكومة بشكل جيد هناك قنوات اتصال مفتوحة هناك تفهم والإدارة الأمريكية تستطيع أن تؤثر على هذه الإدارة ولكن إذا ما افترضنا أن الانتخابات جرت وانتخب نيتانياهو وهو الذي شكل حكومة أعتقد أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية ستكون أسوأ وهو لن ينصع لها ورأينا كيف تعامل في موضوع الملف الإيراني والاتفاق الإيراني مع إدارة أوباما لذلك أعتقد عندها ستصبح الأمور أخطر وإقدام إسرائيل على استخراج الغاز في مثل هكذا وضع أعتقد أنه سيقود بشكل كبير إلى مواجهة لأن حزب الله كان تحذيره واضح وقاطع ولا يقبل التأويل أن أي استخراج غاز من هذا الحقل قبل إنهاء الأزمة أو التوصل للاتفاق سيعني مواجهة وهو أخذ على نفسه التزام بهذا الشأن وموقف نيتانياهو سيكون متصلب أكثر وغير متجاوب مع الوسطاء بنفس الطريقة التي تبديها والمرونة التي تبديها الحكومة الحالية علما أن الأوساط الأمنية والمنظومة الأمنية باركت هذا الاتفاق يعني هيعتبرت أن هذا الاتفاق يحقق مصالح إسرائيل الأمنية البحرية الإسرائيلية قالت أنه جيد ويمكن يعني أن يدفع عنه ولا يشكل أي مشكلة من ناحية أمنية وأكثر من ذلك اعتبروا أنه يحقق مكاسب مستقبلية يعني بالإضافة للمكاسب المالية بأن يوقف اعتماد لبنان على إيران وربما الوضع الاقتصادي إذا ما تحسن في لبنان هذا يجعله أكثر حساسية وهل ترى إذا ما وصل نتنياهو إلى السلطة في تل لبيب سيقدم على هكذا خطوة إذا ما كانت واشنطن تسعى إلى حل حالة هذا الملف بتوافقية بين الطرفين أنا أعتقد أنه بعيدا عن المزايدات الانتخابية والأجواء التي تسود الآن إذا انتخب نتنياهو وشكل اعتلاف كان جانس طرفا فيه أو يعني تكون أحزاب أخرى غير اليمين عندها يمكن بالفعل أن يكون هناك نوع من التجاوب المؤسسة الأمنية لها ثقة كبيرة في هذا الكرار وربما تضغط بشكل جدي على نتنياهو أن لا يجر المنطقة إلى حرب وأن لا يجر إسرائيل إلى مواجهة ستكون مكلفة وربما طويلة المدى من أجل قضايا محسومة ومجمع على أنها تحقق مصالح إسرائيل الأساسية أمنيا واقتصاديا ولا تنتقص من حقوقها بين كوسين في المياه الاقتصادية لذلك أنا أعتقد أنه يمكن أن يلعب دور الشركاء التي تليهوا في الإتلاف من يكونوا وأيضا المنظومة الأمنية ستمارس ضغوط طيب دكتور سامي إذا كان هذا هو المصار المرتقب إذا ما وصل نتنياهو إلى السلطة بالمضي قدما لاستخراج الغاز من حق الكريش ضاربا عرض الحائط كل هذه التفاهمات السابقة الرد اللبناني كيف سيكون خاصة من حزب الله أعتقد سوف يشعل فتيل سوف يؤدي إلى فتيل حرب وسوف يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار هذا إذا لم نقل أنه سوف يدخل أو سوف يضع المنطقة على حفة صدمات عسكرية لم ننسى بعد الحرب التي حصلت عام 2006 نتيجة تصعيد متبادل وبالتالي نعم هناك إمكانية لخروج الأمور عن السيطرة نكون في وضعية لبنان محروم من استخراج غازه ونفطه وهو بأمس الحاجة إليه وبنفس الوقت هناك صراع محتدم سوف يكون مع إيران ودعنا نسكر أن لبنان يعيش أو الساحة اللبنانية تعيش على وقع هذا الصراع بالإضافة إلى الانسداد السياسي الحاصل في الداخل اللبناني نحن دخلنا عمليا مرحلة تفراغ دستوري الحكومة القائمة هي حكومة تصريف أعمال لم تشكل حكومة جديدة ولاية رئيس الجمهورية تنتهي آخر هذا الشهر وحتى الآن ليس هناك من مؤشر عن حصول عن انتخابات لرئيس نعم هناك جلسة مرتقبة بعد يومين أو ثلاث ولكن كل المؤشرات تدل أنه لن يصار إلى انتخاب رئيس إذن عدم استقرار سياسي فراغ دستوري صراع محتدم في الأقليم ووضع اقتصادي ضاغط كل هذه مكونات لمواجهة عسكرية أو على الأقل لمزيد من زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة بوصول نتنيه سيد عسمة منصور إلى السلطة إذا ما ذهبت المآلات إلى التصعيد برأيك هل تلبيب هي الآن مستعدة لتحمل هكذا فاتورة في مواجهة مع لبنان على وجه الأخص حزب الله يعني أعتقد أنه لا يوجد هناك استعدادية ولا جهوزية يعني ربما عسكريا تستطيع إسرائيل التعامل مع هكذا مواجهة ولكن ستكون مكلفة جدا وزائدة عن الحاجة أنا استمعت لقادة عسكريين سابقين كبار يقولون أن تصريحات نتنياهو وقوله أنه لن يلتزم بالاتفاق إذا من تخب هو ضرر يعني المصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل وفيه يعني نوع من اللعب على قضايا استراتيجية من أجل مصالح انتخابية لذلك أنا أفترض أن نتنياهو سيجد نفسه يعني هو الطرف الوحيد والمعزول الذي يريد هكذا مواجهة وهذه المواجهة بالإمكان الاستغناء عنها لأن الفجوة كما قلت والكل يدرك ذلك صغيرة جدا ولا تستدعي حرب من أجل جسرها بالإمكان خلال مفوضات جسرها وإذا ذهب المواجهة أعتقد أنه سيدخل في صراع وحالة استنزاف فربما يتكبت خسائر هو ودولته هو سيتحمل سويتها وربما يدفع مستقبله السياسي ثمنا لها في ذات النقطة وذات الجزئية دكتور سامي هل لبنان الآن وما يعانيه وما يحيط به من أزمات سياسية واقتصادية قادر على المواجهة عسكريا مع تل أبيب إذا ما أقدمت على التصايد بصراحة لبنان ليس لديه المقومات ولا حزب الله لديه المقومات على الأقل كما كانت في عام 2006 في عام 2006 كان بإمكان لبنان أن يشتري الوقت إنجاز التعبير كانت لديه هناك احتياط في المصرف المركز اللبناني يمكنه من تلافي الانهيار الذي حصل عام 2019 اليوم لبنان في عالة من الانهيار الكامل ثانيا على المستوى السياسي حزب الله لا يمكن أن يركن على الدعم العربي والدعم في الداخل اللبناني كما حصل في عام 2006 إذن من وجهة نظر لبنانية مقومات معركة عسكرية في مواجهة إسرائيل غير متوفرة على الأقل كما كانت متوفرة وضحت الفكرة دعني أنتقل إلى سيد عسمة دكتور سامي سيد عسمة التأثيرات الدولية على هذا الملف كيف ستتحرك المواقف الإقليمية تحديدا لا سيما إيران التي لديها خلاف مع تل لبي فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني أعتقد أن الأطراف الدولية ستكون لها مصلحة بعدم التصعيد الآن على الأقل في هذه الفترة وفي ظل أزمة الطاقة والأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا إيران لا زالت تتمسك بإمكانية توصل الاتفاق معلولات المتحدة ولا تريد أن يكون هناك صراع بين حزب الله وإسرائيل يحرف الأنظار عن هذا الاتفاق وبالتالي يمكن أن تستغله إسرائيل لنسف هذا الاتفاق لذلك إيران ليست لها مصلحة وأعتقد أننا سيكون تأثيرها باتجاه عدم التصرع في الذهاب إلى مواجهة شكرا جزيلا لك من رمال الباحث في الشارع الإسرائيلية سيد عسمة منصور وكذلك الشكر لضيفي من بيروت مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر وأشكر أيضا لكم النظار الكرام في ختام هذه الحلقة تحية مني وإلى اللقاء اشتركوا في القناة